اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة على تحدي كل نيران هذه الدكتاتورية جيلي وأجيال أخرى قبلي بالنور واللوز واللطف حجي وسكينة كنا لا نخافه التعذيب لأنه بعد خمسة كفوف وعشرة بونيات بدنك يتحصن كنا لا نخافوش السجن لأنه كنا نقارعوه بإضرابات الجوع وبيانات المساندة بتاع السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المحلية والدولية كنا لا نخافوش بالاعتداد بالضرب في الشارع لأنه نعتبره فاتورة يجب يمكن أن تمارس في أي سياق سياسي في ظل الدكتاتوريات لا كان لدينا حياة خاصة لأنه المراقبة الأمنية اللصيقة والمراقبة لبيوتنا ومحلات عملنا كانت يومية ما كانوا شخافوا منها ولكن كيفنا حياتنا لتصبح حياة عامة وليس حياة خاصة إزعاج الضيوف والعائلة بالنسبة لنا كان قدر المنع من حضور عديد الفعاليات سياسية والمحاكمات وغيرها كان قدرنا وكان لنا من الجرأة أن نتحداها ولكن ولكننا ككل الناس نصاب بالتعب وبالإرهاق حين تدخل آليات السلطة في حياتك الخاصة واليومية والعاطفية إنه يوم تمشي زوجتك أو تستدعى للمندوبية الجهوية للتعليم بالقيرة وين بش يفاكتوها بش تمشي مدرسة في مكان ما يقولوا لها لا ديزولي ما نجموش إحنا غالطين في اللس تفهم إنه حياتك بتنجمش تتواصل بهذا الشكل كيف الكورتاجة متعرسك من قفصة لرقاب يحبسوه في بوزيان يحبسو الناس الكل يأخذو وثائقها تضطر أنت بش تدخل مركز حرس بش تعارك تحس إنه أحسن مناسبة نجم يعيشها شخص حرمت منها فعليا كيف بعد سنوات السجن قابل بوك في جلسة حبيمية ويحكي لك يقول لك راوليالي كثيرة ماضي ثلاثة ومساعتين جاءوا البوليسية فاركسوا الدار أهنونا وأهنوا أمك كيف يبكي بوك تحس إنه العالم يطبق عليك إنه كل المشاعر المختلطة تعبط على رأسك فرد مرة هذاك علش إحنا نتفاجئوا ويجعنا أكثر كنسمعوا ناس تحكي على كيلوية النضال لم ندفع فاتورة النضالات فقط ندفع فاتورة الآن استذكار الألام أنا أكد لكم اللي آخر مرة نعطي فيها شهادة لأن أنا قلبي وجسدي لن يحتمل مرة أخرى أنا مش مستعد أني ولدي عمره أربع سنين ونص يسبع شهادة أخرى لأنه ما نحبش يعيش حياته ويعرف أنه لسنا في حياتنا آدمية أننا إزاء وحوش لكن لألام كل هذه تنسى وتنسى وننصور زملائي وأصدقائي اللي عانوا مثل هذه الولاد قادرين ينسوا لأنه في جهة أخرى كما عرفنا الإضطهاد الدكتاتورية عرفنا التضامن الصحفي فمناس وقفت معنا سندتنا نسيتنا ألامنا وأنا زاد لي أول مرة بيش نحكيكم زوز حكاية تقصار ونستأذن أصحابها لأنه مهم أيضا أنها تذكر أنا نذكر في سنة في سنة آه واخر سنة 2008 وكحين أضطررت بعد حكم بست سنوات أن أدخل مرحلة سرية وبتفكير أولي وبنحية تجربة أنه أفضل مكان تختفي فيه هو أقرب مكان للأمن وتم الاختيار على بيت أصدقاء حمال همامي وراضي النصراوي كنت نعيش تحت حصار بوليسي أنا نذكر في أحد الليامات راضي النصراوي كانت مكلفة بمنظمة حقوقية لإجراء تحقيقات في أحد البلدان الأفريقية وأنا في يوم الموالي سيد حمال همامي وصلوا خبر أنه شقيقه توفي في إسبانيا وصاني قال لي أنا مجبر بشروح ولكن أنت أخذ حذرك لكن ما تنسيش تسكر الباب بالبلج من داخل وفعلا أنا نسيت ما سكرتش الباب يمكن الساعة الثنين نسمع في الباب يتكسر ودخلوا أشخاص من البوليس السياسي بدأوا في تفتيش البيوت بيتا بيتا أنا فوقت الوضع كيف كنت أحد البيوت المظلمة أتواصل مع زوجتي قلت لها كان ما كلمتكش بعد نو الساعة أعتبري أنه تم القبض علي وأقومي بإخبار المنظمات الحقوقية وغيرها إذا فتشوا البيت الأول والبيت الثاني والبيت الثالث وكيف بش يوصلوا البيت يا أنا افتحت نوافذ وعيت سراق سراق هما كان يحاصروا في البيت عندهم أشهر وما شفوش حتى شخص تخل إذن بوقع المفاجأة خلوا البيت وهربوا أنا بعد دقائق أيضا خليت البيت وهربت هما هربوا علي صار وأنا هرب أتعلمي بالصدفة المكان اللي هربت له هو السفارة الروسية تخبيت في حديقة مقاربة للسفارة الروسية بعد ثلاثة دقائق بدأت الكلاب تنبح والكل قلت شنو الحظ من الخوف أنا تقريبا نقزت سياج يمكن زوز متر ونص ولعل الخوف بالحق مراتي قوي باستيقان كان شتاء تقريبا من الملاذ الثاني لحتى الكمبيوس ما لقيتش حتى تاكسي تاكسي لقيته في الكمبيوس قلت وصلني بربي بحث أحد الأصدقاء في حي التضامن أعطيته مكان وصلني ليه أنا ما طلعتوش ساعة أربعة في الشتاء أورضني أول راجل اللي أخذله خارج من البيت قلتوا بربي ثم فارماسيل هنا قريبا قال لي والله أنا ما نعرفش بالإجداء أما هاولدي حرص بشي خرش تاوت نجم تس حصيلهم الخوف أنا تذكرت المكان بتاع صديقي ومهام جزيزة نذكره مرة أخرى وهذه تذكر لأول مرة كان سمير طعم الله قلتوا سمير أنت مش شكروا شارشي برعوضني في المكان اللي كنت فيه وغدوة أعمل تصرحات اللازمة اللي أنت موجود في البيت والبوليس السياسي تخل الحكاية الثانية مربوطة بها تماماً في اليوم والموالي كنت أبدأ في السرية وما عندك شراء والهوامش كبيرة أنك تتخبأ وتشوف بشيت مباشرة إلى بيت صديق لكن اللقطة اللي يمكن تشدك أكثر أنه أحد أطفالهم يمكن أراني قبل أربع وخمس سنوات سئل بوه قال له هذا مش هو اسمه فهم لا قلت له لا ركنتي غالط أنا رو اسمي غسين والوليد أقنعناه أو أجبرنا ذهنه أنه يقتنع أنه الشخص القدامه الشخص آخر وأنا متأكد أنه نهار لما شافني كيخرش من السرية في ألفين ونوفمبر ألفين وتسعة وقمت بتصريحات لوسائل الإعلام وعرف أني اسمه فهم أنا متأكد أنه جزء من مكونه النفسي ما عادش يكون سوي الزوز الحالية يأكدوا أنه السياسيين والحقوقيين والصحفيين كيف كل الناس عندهم صمود استثنائي ولكن عذابيتهم رأي كبيرة برش عذابيت من دجمش تختزل في لحظات أو في ساعات وانا على قناعة النجيلي والأجيال السابقة اللي تعذبت من أجل صحافة حرة ومن أجل شعب تونسي حر وتحرمت من أحلى سنوات عمرها وتشردت عائلاتها بحق بالعقاب الجماعي وفقره وجوعه هم مستعدين بش يتساموا على عذابيتهم ومستعدين بشكر ينكروا آلامهم لأنهم مقتنعين أنه تونس جديدة وأخرى ممكنة وتونس حرة وعادة ولكل تونسا ممكنة وأنه هذا الجيل وأجيال السبقته عند مقناعة كبيرة أنه وراء تونس الحالية ليست فقط نموذجا عربيا هي نموذجا للتصدير عالميا والتونسل تول يسمعونا يقولون لهم ركما رفعت وروسكم كعملت الثورة أما تولي يجب أن ترفع وروسكم أكثر لأنكم قادرين بش تنجحوا مصار انتقالي تتحقق فيه كل شيء مصار ينفتح فيه المواطن وبكل ثقة على قطاعات الأمن والعدالة والإعلام في شراكة وثيقة في اتجاه مصالحة تامة يبنى فيه الوطن مع الفقير ومع الغني مع العطل على العمل والموظف والحيرفي والبرجوازي الصغير يتعمل فيه وطن مع من أصاب ومع من أخطأ ولكن مستعدين نعملوا كل شيء لكن ذلك لن يكون دون مساءلة لن يكون دون محاسبة لحقبة مجرمة وفاسدة لأن العدالة الانتقالية ليست فاصلاً صغيراً هي أصل الانتقال الديمقراطي العدالة الانتقالية هي تونس الجديدة يقبلوها ولا بلادنا ليها ولاد الحفيانة والفين واحداش مشوا بعيد وشكراً شكراً 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 شكراً